ما شاء الله لك يا أخي لك عيني أنا أول مرة أشوف أنه العفة والنزاهة والضمير بالحجاب والتديون مع العلم أنه لا الحجاب ولا التديون إلى علاقة بالضمير والشرف أبداً أبداً ورح أثبت لك شوف منو هاي؟ هاي تخيل أنت تصدق أنه هاي هي نفسها هاي أطيني الصورة كاملة بس لا تشغل بس أطيني الصورة كاملة بالشاشة تصدق أنه هاي مع بايت السودة اسمها منتهى هي نفسها هاي منتهى بس أنا أقول لك شنو رجعني هاي منتهى قبل ما تصير نائبة تمام؟ كاتبة بمدرسة رجلها فلاح مع احترامي لكل المعلمات والكاتبات والفلاليحة بكل العراق مع احترامي إلكم تمام؟ أنتم ناس شرفاء بس أريد أسأل بشرفكم هاي نفسها هاي طبعاً سبحان الله يا هاي للطب للبرلمات النفخ هوه ما عرف شوفوها هنا ممصوصة مبين عليها الفقر هنا هنا سبحان الله نشنشت تقول خمرة النفخة عجين شوف ما شاء الله العز بيّن هم يصيرون بعز والشعب يصيروا فقر اسمع شنو الموضوع شوف قبل ما أبدي أسولف لك خلي أقول لك هذا الفيديو شنو قصته خلي أسمع الفيديو وسولف لك إياه صدقني كارثة اسمع اشتركوا في القناة بلعابوة نعم نحن بلعابوة بلعابوة أبداً يا شيخ شاجر مين من بغضاء جاي للاتصال أنه يطوّع الناس هذولا بفلوس مين أنه الخبر ستمنتاة لبغضتاك لبغضتاك مم فجايين يقولون أننا لا نقوم إلا ستمنتاة تشي مين بغضاء تشي مين آغف 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 افسفتهمت فقط أقترب لصورة الشيخ لن تقدر هذا الشيخ اي هذا الشيخ دازته النائبة منتهى وين هيئة النزاهة هذه الفيديو موثقة يا رئيس هيئة النزاهة هذا الشيخ دازته منتهى للموصل للنينوة تقول له هذه الاسماء اللي طالعة بالتعيين لازم تدفع فلوس حياته هذا فيديو موثق وعلى اللسانه يعني هذا دليل قاطع زيب تعرفون حتى بس نكون احنا بالموضوع تعرفون انه هذه النائبة منتهى تمام وما صارت نائبة اشترت بيت بسبعمائة مليون دينار عراقي وبعدها ما كامل يعني النائبة منتهى احنا ما ذكرنا بالحلقة الفاتت انه المدير ماليش اعترف بلسانه صوت وصورة انه انتي مبلغة من بغداد وعنديك علم انه التعيين بفلوس يعني انتي ام ايدة ومشتركة هذا الشيخ هذا الشيخ اللي جمع فلوس من العالم على سبعين ورقة يا رئيس هيئة النزاهة سبعين ورقة والدليل على هذا الكلام صورة وصوت ما جبت لك شي ببلاش جبت للناس دليل وستمنتهى طبعا ها شنوني صار كلش مؤدبك وستمنتهى ومنتهى هذا الشارع الرئيسي مال القبة اوقف لي جيب لي الصور اللي وراه شغله هذا له هذا الشارع الرئيسي مال القبة وشير خان كان المفروض انه يصير سايدين المتفق علي ويا الارصفة لكن المقاول حسن قنو تعرفين حسن قنو شركة تغلب للمقاولات وبالاتفاق مع الحاج الله حج 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 في ديوت في ديوت بيضاتك هوني حجي الحاج علي ويا الحاج عزيز مسؤول الفوج اوقف ليمه اوقف ليم عزيز مسؤول الفوج الرابع لكتاب سيد الشرع بالموصل افتهمته لكتاب سيد الشرع الموصل العامة ومقرهم الرئيسي بالقبة وشير خان كان المفروض الشارع هذا سايدين تحول الى سايد عشر امتار سبحان الله اكله حتى الرصيف مع العلم الارصفة وبعد التداول بين الفازدين حول الثمان امتار مع الارصفة وكان الثمن مليارين دينار وسيارة لقزز الى ابو عزيز كتاب وين شنتي من هذا كله بيش مشغولة تبنين بالبيت اللي يكلفش الحد الان سبعمائة مليون وللعلم انتي شنتي قبل ثلاث سنوات مو اكثر كاتبة بوحدة من المدارس ورجلش فلاح يقزقص الحدائق ما للبيوت زين بشرفكم اسألكم بالله امنيا جابت سبعمائة مليون بنت بيها بيت هذولا ما حد يسألهم هذولا النواب ما حد يقول لهم اتمني لكم ورجع لي ذاك الفيديو مع صورتها وصورتك الثانية ورما رجعتي من ايران وسويت عملية هاي شوفها نفخت ورما رجعتي من ايران وسويت عملية السمكرة والنفخ والتعديل حلو النواب مالتنا يصرفون فلوس الشعب عليهم على خدودهم وهاي الصورة بعد التعديل جبنا لكم اياها اللي بينها شهر واحد وبين القديمة حجي ابو علي من رحتي انتي وحجي ابو علي الله رجل الفلاح بقى هنا يسوي الحدائق لو هو هاويها مرافق حلو عفي خوش رجال الى ايران واصطحب زوجته وتم صرف تلده فاتر على زوجته لنفس الشغل همين زوجته شفطت ونفخت يا نائبة البرلمان العراقي منتهى عن نينوة وعن القبة ليش تركتي شوارع السنة ما تبلطت الحد الآن وهذه الصورة هسا طلعت لكم يا تجيبوا لي الصور وهاي الصور شوارع السنة اريد احتي مثلكم تمام انتركت بامر من الفوج الرابع لكتاب شهداء انتي وين ها انتي وين رجعلي جيب لي ابو عزيز هاي صورة ابو عزيز امر الفوج الرابع جيب لي اوقفها اي امر الفوج الرابع لكتاب شهداء شفت رح اطلعلك بالحلقة اعترافات الحلقة الجاية رح اطلعلك اعترافات هذا ابو عزيز يلا امشي اطلعلك اعترافات هذا ابو عزيز الشخص واتهامة امن الحشد والحشد الشعبي انهم مرتشين ويخرجون للدواء على مودي الفلوس تخيل اتعبالكم الدواء راحوا لا الاصدقاء صاروا اجدت الدنيا كلها انقلبت والمكافحة الشغب والمدرمنة والامن الوطني والدنيا انقلبت حرر ونينوها وجوي ذولها اجعوهم وهذا ما الى علاقة بالمرجعية ولا الجاية لانهم هم هو الانتخابات والمناصب همهم هذا وباعترافك انت الى تتذكر تتذكر سيد ابو زينب اللي قرر يحطكم بالغسالة تتذكر الابو زينب اللي كان كنتوا تتلوقوا له كان يجيكم يقتلكم بال وهسا سويتوا علي مؤتمرات لانقام يفضح بكم فرجعوا لي منتهى منتهى عزيزتي بالعافية عليك البوتيكس والفلغ والشفط والنفخ بالعافية ايه خلي الفلاحة يعيش خلي يتونس يلا عيدوا جابل عباس تضروني اذا ما افضحكم كلكم بالاسماء وبالفيديوهات وبالصور انا مقحطان اشتركوا في القناة